النهاردة فيديو بديد عن حقيقة الغاء عدد المشتركين من برنامج الربحة في اليوتيوب. انتشر في الفترة اخيرة بعض الناس بيفتح برنامج الستوديو بتاع اليوتيوب لصفحة القناة بتاعته يبص يلاقي عدد المشتركين متشهلة من الصفحة. تمام? يظن البعض ان ده ممكن يكون اتلغى. يعني انت اليوتيوب مسلا عمل التحديث جديد ان هو ممكن تحقق الربح من غير ما تحقق عدد المشتركين ولا هو الف. طبعا الكم ده عارض امام الانسحة. لو جينا نفتح ستوديو اليوتيوب بسأل القناة بتاعتي الصغيرة اه وجينا هنا ندخل على برنامج الربح شركاء اليوتيوب. هنا طبعا في مرحلتين. المرحلة الاولى ان انت تحقق التلات شروط اه بتحقق من عن طريقه من الربح عن طريق العدويات اللي هو عدويات ان انت ممكن تنشئ نادي من المعجبين اللي بيتفاعوا رسوم شهرية مقابل استفادة من مزاق حاصلة انت بتقدمها. او يمكن التفاعل مع المعجبين اللي الذين يظهرون تعمعهم من خلال عمليات الشراء التفاعلية المرة واحدة. او يمكنك مشاركة من المنتجات من المنتجرك الخاص بجميع اقسام قناتك. انت تعمل متجر وتعمل اه الناس تتسوق تتسوق من عليه وتتحقق الربح. بيتطلب اليوتيوب في الموضوع ده تلات شروط. الشرط الاول انت تتحقق خمسمائة مشترك. الشرط التاني تتحقق تلاتة تلاف ساعة مشاهدة او تلاتة مليون اه مشاهدة في اخر تسعين يوم. تلاتة تلاف دول في اخر تلتمية خمسة وستين يوم يعني سنة. طيب القراءة هنا مفيش هنا عدد الخمسمائة اه مشترك. معا كده ان الكلام ده صحيح. يعني اليوتيوب حزف اه موضوع للمشتركين. لأ. وده ممكن يكون خطأ. تقني مسلا في سياء سيستم اليوتيوب. لكن احنا نظهر ايه السبب? لو نزلنا تحت المرحلة التانية ان انت عشان تتحقق الربح عن طريق اعلانات صفحة المشاهدة في اليوتيوب بريمير او اعلانات خاصة على ايه? بتطلب منك ان انت تتحقق الف مشترك. اللي هو تكملة البرنامج بقت حقق الف مشترك. واربع تلاف ساعة مشاهدة خلال سنة. يا اما عشرة مليون مشاهدة في خلال تسعين يوم. هنا ظاهر الالف مشترك. القناة حققت 892 مشترك. تمام? هنا ما ظهرتش 892 لان اصلا القناة كده حققت شرط الخمسمائة. فبالتالي هو اليوتيوب شالها. لو جنا تحت هنا. والقناة حققت الف مشترك دايريكت اليوتيوب هيلغي هشيل الشرط لان انت حققت الشرط خلاص. فمش محتاج ان هو يفضل سايبه. لحد بقى ما تحقق الشرط التاني من احدى الشرطين دولار. ساعتها بقى انت دخلت في برنامج اليوتيوب اللي هو ايه? لان انت تتحقق الربح وتقدر بقى تحقق الربح من خلال اه كزا ميزة هو اليوتيوب بيديها. فحتة ان اليوتيوب شها الموضوع عدد المشتركين ده طبعا ده كلام مش صحيح وكلام مش منطقي.